موسيقى هذا الإنسان دخل هذا الباب عاش بكنفي رحمة الله عز وجل ما هو حاله هذا دخل جنة الدنيا قبل الآخرة هذا سيعيش حياة الإيمان حياة الاتمأنان حياة الاستقرار سيعيش آمنا في الدنيا وسيبشر بالجنة في سكرات موته وسيكون قبره روضة من رياض الجنان وسيكون يوم القيامة آمن من فزع الله ومن عذاب الله ويؤتى كتابه ويؤتى كتابه بيمينه هذا الذي يدخل مع هذا الباب الله سبحانه وتعالى في السماء ينالي باسمه لنفرض يا شيخ علي الآن مشاهد أو مشاهدة الآن هو يسمع هذا الكلام قرر هذا القرار الشجاع يريد التوبة يريد الإنابة يريد الإقبال على الله هذا التائب وهذه التائبة لهم بشارة ما هي هذه البشارة؟ أن الله سينادي في السماء باسمه أو باسمها يا جبريل إني يحب فلان أو فلانة فأحبها أو فأحبه فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان أو فلان ابنت فلان فأحبوهم والله فيحبهم من في السماء جميعا ويوضع لهم القبول في الأرض هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب أنهم عصوا الله سنين والآن أرادوا أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله ويحبهم الله ويحبهم الله ليس بكلامي وإنما كلاما الله سبحانه وتعالى ربنا جل وعلا يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يقول الشاعر يا شاك ينهم الحياة وضيقها الكثير يشكو هموم يا شاك ينهم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهجا من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا يجعل له من كل ضيق مخرجا شيخ علي من السعادة أننا الآن سعداء والمشاهدين يعني ما أشك إنهم كذلك سعداء لأنهم يسمعون كلام الله كلام الذي بيده السعادة الآن نحن يا أخواني يعني كلنا أمكن نساعة نذكر الله عز وجل شعرنا بسعادة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب نساعة كيف لو انغمس هذا في طاعة ربه جل على صباح مساء واعلنها توبة هاش حياتي كلها واعلنها توبة لله عز وجل وكان شعاره قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين جعل الله له من كل طيق مخرجا شنو الشي اللي ساعد على المخرج قرار شجاع ذنوب معاصي تضحي بها من أجل الله استغفر نعم ويرجع إلى الله ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه إنت طلقت الذنوب والمعاصي وتركتها إنت رجعت للمسجد وللقرآن إنت لبست الحجاب من أجل الله إنت فعلت هذه الأمور من أجل الله أقسم بمن أحل القسم أن الله سيعوضك ويبدلك ما هو أعظم وخير منها من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه طمأنين في القلب بل الله سبحانه وتعالى أقسم في كتاب الكريم لهذا التائب ولهذه التائبة ومن آمنوا وتقربوا بالصالحات أن الله يحييهم حياة طيبة وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة والحياة طيبة حياة طيبة في الدنيا حياة طيبة عند الموت وحياة طيبة في القبر وحياة طيبة في الحشر ويوم النشر ويوم نعكب بينهدينا قدمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب ودشاد صحوة للدين كبرى